السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تحميل وتثبيت متصفح جوجل كروم بآخر استار مجانا فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في الداية يا شباب كل يتحتاجون تفتحون المتصفح المتوفر عندكم في الغالب رح يكون متصفح مايكروسوفت إيج لأنه موجود في جميع النسخات الويندوز فكل يتحتاجون تفتحونها تروحون على البحث وتكتبون في البحث تحميل جوجل كروم وبعد كده تضغطون انتر رح يوديكم على هذه الصفحة الصفحة الأولى تضغطون عليها فهنا رح يفتح معاكم موقع جوجل كروم الرسمي فكل يتحتاجون تسوونه تضغطون على هذا الخيار اللي هو تنزيل فكده الآن لو تلاحظون تحمل عندنا المتصفح تضغطون على فتح الملف وكده رح يتم الآن تثبيت المتصفح عندكم بكل سهولة وبكده يا شباب بكل سهولة تم تثبيت متصفح جوجل كروم عندكم ورح تفتح عندكم تلقائياً هذه الصفحة بعد ما يتثبت معاكم فكده الآن يا شباب بعد ما يتثبت عندكم رح تفتح معاكم هذه الصفحة في متصفح جوجل كروم وبكده بيكون تثبت عندكم متصفح بآخر استار فهذه يا شباب كان شرح اليوم لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة اشتركوا في القناة